السلام عليكم أبو عبدالله يا مرحبك كيف حالك الله يسعدك يا رب أبو عبدالله عندي لك موضوع ممكن شوي يزعلك شوي بس ما في شي يزعلك أنت أنت كذا اللي معهم فلوس يعني ما يزعلون تغضب ما تزعل آه الله يستر طيب أبو عبدالله أصيل ما جاء للآن ما جاء أنا ما لي داخل أبو عبدالله هو هو ما جاء أنا جيت أنا موجود في البقالة الحين ما أدري ليش ما جاء بس هو مهمل هو أمانة مهمل كل مرة يتأخر كل مرة يخسرنا يعطي ناس ببلاش لا ما صار بيني وبين التواصل قبل الحلقة أنا على أساس أنه موجود يعني أنا أدق عليك عشان شايف أن الوضع أصيل هذا ما يمشي أنا أجايب لك واحد بدال أصيل بس أيوة لا 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 أنت فهمت أني أنا أقول لك أن الحلقة ما نكملها خلص وأنا أفوز عشان أصيل انسحب لا طبعا أقول لك أنا أجايب لك واحد يشتغل معنا ممتاز ممتاز مواصفات طوال عمرك أنه يعني ممكن يخلص لك البقالة كلها في يوم واحد نتخيل يخلص لك إياها يعني يصرف لك المنتجات كلها لا ما يبيع الصدق يعني بس يخلص لك إياهم المهم أنه يأكل قصدي يبيعهم يصرفوا يمشيهم يبيع ولا يأكل يعني يأكل ويبيع هو يعني ممكن ممكن يعني ممكن يأكل بدون ما يبيع حتى صح وحنا مضطرين لا 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 أنا ممتفق معها عشان أفوز عليه يا أبو عبدالله ايش دعوة طيب أروح أجيب لك إياه أو أنت تشوفنا من الكاميرات المورة قبل ايوة رز الشعلان اللي على يمين ايوة هذا من أفضل ماركات الرز في العالم ايوة أبو عبدالله يقول يا جماعة إذا بياكل خلوه ياكل أي شيء ثاني بس لا يأكل رز الشعلان رز الشعلان خلوه على جنب وخاصة لو كان مطبوخ بزيت الزيتون المليون شجرة عشان أبو عبدالله يبغى يأخذ هذه المنتجات له وخاصة إذا كان هو غبي ويأكل عسل مع الرز هذه الأشياء خلوها لأبو عبدالله تقدر تاكل ربيان بـ ١١١ ريال تقدر تاكل ايش فيه بعد يعني تقدر تاكل من المنتجات والمقاضي اللي عندنا شف يا أبو عبدالله الصدق عيونهم كلهم على الرز الشعلان والزيت والعسل والشاي والقهوة يعني ما أضمن لك أنها تبقى الصدق طب يلا يلا توكننا على الله أبو الشباب تأخرنا يلا 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 جايك يلا بسم الله ما عشاء الله واش لازدين يلا حيّة ما حيّك ما الخبار ما عشاء الله والحمدلله بخير ما نتعزة لا لا اسم اسم استاذ بلا استاذ بلا استاذ بلا لكم مني كوبين رز بعد الحلقة والله خاص تم يلا مرش لا يا جماعة لا يا جماعة الرجال كويس ولا راح يأكل أي شيء على مسؤوليتي إن شاء الله وبعد ما عرفتنا عليك أنا أسلمك الله اسمي عبد الملك بن سحمان ما شاء الله أكيل شوي أسلمه بشوي لا 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 ما يعكلنا يتغذى على الأكسوجين يا جماعة نسكين مرة طبعا كان خويه أيام الجامعة توظفنا سوا اليوم شي جميل الصدق يعني عبد الملك عبد الملك لديك عسل بعد لا هذا مو عسل هذا مو عسل هذا كلوريكس وش زي كلوريكس حطته في أمي حطته يا ابن الحلال أمي حطته اسمع اسمع عبد الملك تكفى تكفى أنت في وجهي اليوم تكفى يا عبد الملك وعندك وجه أنت لا ما عندي وجه نسيته في البيت والله عندك شغلات هادة نجامدة ممتاز اسمع اسمع عبد الملك والله لما تقال عبد الملك امسك أصير برتقال مزمز لا 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 تكفى الشاهي الشاهي تكفى الشاهي شي خربان ما انتهي صلاحيته يو يبجع بقني الله يعي لا تجين البلدية بس اسلم اشرب وارتاح ومدريش خلنا نبدأ الحلقة على خير يا عبد الملك والله ما لها داعي يا أبو عبد الله يشصلني مشاركنا اليوم عبد الملك في تقديم حلقة هذا اليوم بإذن الله انها راح تكون من أجمل حلقات وعلى فكرة عندي اعتراضي عبد الملك وشو؟ في الشارة انا ويكس معناها قبل شوي ايه صادق يقولون مع اصيل ومبارك وين اصيل وين مبارك يا جماعة لا احد كلهم منسحبين وين اص... لا وهم منسحبين يعني هم مهملين صح صادق وين اصيل وين مبارك يا جماعة المفروض يحطون في الشارة عبد الملك وعبد الواحد صادق صح او لا مضبوطة زادت مرة والله صدق حطوا شارة جديدة يا جماعة اه لا عاد افر طبعا انا بغير تمامنا يقول انشدوا نشيد انتم عبد الملك طبعا انا صوتي سيئة وقبلكم ان عبد الملك صاد سيئة لا غير صحيح لا غير صحيح صوتي مو حلو يا جماعة طيب يا جماعة